بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم لتلاميذ الابتدائي اللي رح يكون في السنة الخامسة لتلاميذ سنة خامسة لهذا الموسم ولا هذا العام 2023 طيب الجديد في هذا الامتحان أولياء رمخايفين تلاميذ رمخايفين شيء جديد كامل رمخايفين توضيحات الجديدة الجديدة اللي ذكرته الوزارة حول هذا الموضوع واللي ذكره المفتشين بعد المؤتمر الوطني اللي داروه مؤخرا وتكويل رميذيروه للمفتشين وتصريحات المفتش الوطني في الإذاعة وتصريح المفتشين الولائيين كذلك اسمات المفتشين اليوم الولائيين تعنا في الإذاعة تكلموا أشياء الجديدة اللي ذكروها رح ينذكروها لكم ونقلوها لكم من باب الفائدة من باب طرد الخوف ومن باب إبلاغكم بما سيكون إن شاء الله في هذا الامتحان طيب هذا الامتحان الوزارة فيه أشياء جديدة كثيرة أول حاجة الأشياء الجديدة في هذا الامتحان امتحان تقييم المكتسبات لتلاميذ سنة الخامسة ابتداء إلى هذا الموسم أول حاجة قال التلميذ ما يكتبش بزيه في هذا الامتحان طريقة الأسئلة جديدة طريقة غير معهودة للتلميذ مش الطريقة المعتادة مثلا في العربية عندنا أسئلة اللغة أسئلة البناء الفكري الإعرابك ذات وضعية لا في الرياضيات كيف عندنا التمنى الأول الثاني الثالث ومدر الوضعية لا الطريقة الأسئلة في هذا الامتحان امتحان تقييم المكتسبات طريقة جديدة وطريقة سهلة بالنسبة للتلميذ ما يكتبش بزيه وما يجاوبش بزيه شي دير تلميذ إما صحيح أو خطأ إما أجب بنعم أو لا إما يدير علامة فيه في الخانة المناسبة هذه الطريقة الجديدة في الأسئلة امتحان تقييم المكتسبات ما كاش أسئلة مباشرة أذكر ولا هات ولا إلا قليل ولا نادرا لكن الأسئلة اللي راح تكون في امتحان تقييم المكتسبات لهذا الموسم حسب ما صرح المفتش اليوم والمفتشين الوطنيين أنه أسئلة طريقة الأسئلة جديدة إما أجب بصحيح أو خطأ أجب بنعم أو لا ضع علامة فيه في الخانة المناسبة أسئلة سهلة بحيث أنه تلميذ ما يكتبش بزيف وما يجاوبش بزيف وما يحفظش بزيف طيب هذا النوع من الأسئلة الجديدة اللي درتها وزارة التربية في هذا الامتحان تقييم المكتسبات راح يدرب عليها التلميذ قبل ما يدير الامتحان خلال الأيام الأشهر قليلة المقبلة وللأيام القليلة المقبلة راح يندرب التلميذ على هذا الأسئلة على هذا النوع من الأسئلة بحفي الامتحان لجيه سهل لذلك ما يدخلش ويعطوله هذا النوع الجديد من الأسئلة كأول صدفة لا وإنما سيدرب على ذلك في الأيام القليلة المقبلة مقبلة طيب هذا فيما يتعلق بالأسئلة طيب الأمر الثاني الامتحان تقييم المكتسبات لتلاميذ الخامسة لهذا الموسم 2023 ما رحش يكون متوالي محسوب امتحان كل يوم لا رح يكون على فترات متقطعة اليوم يدير امتحان يومين ما يديرش وما يدير امتحان غدوة من ذلك ما يديرش معناه متقطع ما يكونش يوم بعد يوم وما يكونش على الدوام أو على الاستمرار لا امتحان تقييم المكتسبات رح يكون على فترات متقطعة نهار يدير يومين ما يديرش نهار يدير فيثيين ما يديرش وهذا يساعد يساعد اغلب التلاميذ بشير يراجعوا على فترات متقطعة طيب امتحان تقييم المكتسبات رح يكون حتى في الامور الشفاهية احنا اعتدنا بالتلميذ يدير اختبار ولا يدير تقويم ولا في الامور الباينة الحفيظة الامور الكتابية لا امتحان تقييم المكتسبات رح يشمل حتى الأمور الشفاهية فهم المنطوق عنده فيه تقييم تعبير شفاوي عنده فيه تقييم حتى القراءة القراءة نصت على القراءة ورح يدير فيه تقويم في كل شيء لذلك امتحان تقييم المكتسبات رح يكون حتى في الأمور الشفاهية ما يشملش الأمور الكتابية فقط حتى الأمور الشفاهية القراءة فهم المنطوق والتعبير شفاوي طيب الأمر المهم كذلك في هذا الامتحان الجديد امتحان تقييم المكتسابات لتلاميذ الخامسة ابتدائية أنه ما كاش نقطة ما يديش نقطة التلميذ ما نديرولوش نقطة ما كاش نقطة من عشرة ولا من عشرين ولا من خمسة لا امتحان تقييم المكتسابات لهذا الموسم يدي ملاحظة فقط نديرولو ملاحظة هل حقق كفاءة كفاءة محققة في طور الاكتساب أم كفاءة محدودة المهم ملاحظات فقط التلميذ يتحصل على ملاحظات مكاش النقطة ملاحظات فقط مكاش النقاط ملاحظات فقط طيب هذا الملاحظات تسجل في بطاقة ورقة بطاقة تقنية سموها بطاقة تقنية هذا البطاقة ترافق التلميذ للمتوسط هذا الامتحان تقييم المكتسبات راح يكون على شكل همزة وصل ولا همزة ربطة بين الابتداء والمتوسط سابقا كان الأستاذ في المتوسط ما يعرفش التلميذ هذا في الابتداء شقراء داروا هذا الامتحان تقييم المكتسبات لرح يكون على شكل بطاقة تقنية فيها ملاحظات حول هذا التلميذ هذا التلميذ في التربية الإسلامية مثلا كفاءته كذا كفاءته كذا كفاءة كذا بحيث إذا رحل المتوسط أستاذ المتوسط يتطلع على هذه البطاقة التقنية يعرف هذا التلميذ فهرة فابل فهره ناقص فهره متفوق حوصالة هذا البطاقة التقنية بطاقة تروح معها للمتوسط وبطاقة نديرها له في الدفتر وبطاقة تقعد وحدها عند المدير في الابتدائي إذن عبارة عن ملاحظات مكاش نقطة وفي بطاقة فيها ملاحظات بطاقة تقنية ترافق الأستاذ ترافق الأستاذ ترافق الأستاذ ترافق التلميذ إلى المتوسط طيب هو امتحان يحضر له وطنيا إذن موش امتحان وطني كما البيام ولا كما الباكالوري لا هو من حيث التحضير له والتجهيز له هو امتحان وطني لكن من حيث الأسئلة كل مقاطعة وحدها قد نجد في ولاية وحدة مقاطعتين مش كيف كيف ذلك الأسئلة ما راح تكون موحدة الأسئلة يحضرها المفتش التربوي مع مجموعة من الأستاذ عبارة عن خلية يحضروا الأسئلة وتطباحها مديرية التربية على نفقة مديرية التربية في سرية تامة طيب قلنا ما كاش نقاط ملاحظات والامتحان حضوره واجب على التلميذ بحيث إذا تغيب إذا تغيب في هذا الامتحان بغير مبرر تلميذ إذا غاب عن امتحان تقييم المكتسبات بغير مبرر لا ينتقل إلى المتوسط طيب إذا أحضر في كلش وجاب ملاحظات جيدة من أجل باش نعمرونه البطاقة وترافقونه المتوسط طيب باش ينتقل التلميذ إلى المتوسط هنا يحسبونه المعدلات الفصلية إذا هذا الامتحان ما عندهش علاقة في الانتقال التلميذ من ابتداء إلى المتوسط عنده علاقة في الحضور فقط في أنه لا بدء أن التلميذ يحضر هذا الامتحان أما حساب المعدل اللي ينتقل به التلميذ من السنة الخامسة للأولى المتوسط هو معدل الفصول فصل الأول والثاني والثالث نقسمه لثلاثة إذا تحصل على معدل 5 على 10 فما فوق ينتقل إلى المتوسط بغض النظر عن الملاحظات اللي تحصل عليها في امتحان تقرييم المكتسبة لأنه قلنا ما كاش نقاط كان ملاحظات فقط ترافق التلميذ بش ينتقل إلى المتوسط وقالوا أنه هذا الامتحان هو امتحان نوعي مش كمي قالوا نسموه امتحان نوعي بحيث بحيث رح نديروا دراسة شاملة ولا خلاصة خلاصة عامة حول هذا التلميذ في جميع المواد في جميع المواد في التعبير الشفاوي في فهم المنطق في قراءة النص في التربية الإسلامية في اللغة في جميع المواد نديروا ملاحظات ترافقه إلى المتوسط بحيث الأساتذة تلعوا في المتوسط يتعرفوا على هذا التلميذ جيدا طيب الامر الجديد كذلك حتى في القرآن الكريم رح يقوم التلميذ في القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم رح تكون بأحكام التجويد بطريقة معينة طيب هذه أهم الأشياء الجديدة اللي ذكرها المفاجين حول امتحان تقييم المكتسبة لهذا الموسم 2023 إذا طلعت على أي جديد أي أمر جديد طبعا بعد تصريح الوزارة تصريح المفاجين رح نخبركم به لذلك لا داعي للقلق أولياء التلاميذ برك الله فيكم الأمهات الأباء لا داعي للقلق وتكون أسئلة جديدة أجب بنعم أو لا صحيح أو خطأ ضع علامة في الخانة المناسبة أشياء بسيطة باش نديروا له ملاحظة ومكاش النقطة والامتحان ما عندوش علاقة في انتقال التلميذ للمتوسط هذا هو أمر جديد باش التلميذ نديروا له ملاحظات فقط وكما قلت فترات متقطعة مش كل يوم لذلك لا داعي للخوف ولا داعي للقلق امتحان عادي بسيط سهل نسأل الله عز وجل أن يكون امتحان مبارك وإن شاء الله يوفق فيه الوزارة وإن شاء الله يكون فيه خير فيه خير للتلاميذ وخير للأساديدة وبرك الله عليكم إذا طالعت على أي جديد راح نخبركم به من خلال قناة تتاعي بارك الله عليكم وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة